السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس البرمجة في لغة دارت في هذا الدرس سوف أتحدث عن method overriding ما هو المقصود ب method overriding أي إعادة استخدام دالة موجودة في الكلاس الاب ضمن الكلاس الابن ولكن بشكل مختلف تمام لنتحدث عن بعض الميزات الخاصة ب method overriding إذن هي ميزة تسمح بإعادة تعريف لدالة موجودة في الكلاس الابن ضمن الكلاس الابن بشكل مختلف وهنا يجب مراعاة الأمور التالية أولا الاسم يجب أن يكون متطابق للدالة الموجودة في الكلاس الابن signature يجب أن يكون متطابق أي عدد البرامتر والنوع هذه البرامتر ونوع الخرج أيضا يجب أن يكون متطابق يمكن للكلاس الابن أن يستخدم نفس الدالة الموجودة في الكلاس الابن في الكود الخاص به ولكن بشكل مختلف تماما يناسب الحاجة لهذا الكلاس الابن إنها أي دالة من نوع final لا يمكن إجراء override لها أي لا يمكن للكلاس الابن استخدامها إذا كانت موجودة في الاب لا يمكن أيضا إجراء override للدالة من نوع static ولا يمكن إجراء override لل constructor لنأخذ أو لنشرح method override في المثال التالي ليكون لدينا الكلاس الرئيسي والذي تم تسميته بـ shape في هذا الكلاس كنت بإنشاء method وعطيتها الاسم getarea الخرج لها من نوع void أي ليس لها خرج يمكن أن يكون لها خرج وطلبت منها طباعة الجملة التالية calculating area فيما بعد سوف أقوم بإجراء override لهذه الدالة في الكلاس الابن ولكن سوف أقوم بتغيير البضي فقط لا يمكن تغيير الخرج لا يمكن تغيير عدد الparameters طبعا هنا لم أمرر لها أي parameters يمكن تمرير لها parameters ولكن هنا لا أحتاج قمت أيضا بإنشاء instance variable من نوع static من أجل استخدامه في الدالة التالية التي هي من نوع static أيضا print name طبعا هذه الدالة من نوع static مهمتها طباعة الاسم لا يمكن إجراء override لها فيما بعد ضمن كلاس من نوع child أو ابن وإنما يمكن إجراء override للdelegate area لأنها دالة عادية ليست من نوع static وليست من نوع constructor أو final لنقوم الآن بإنشاء child class وهو امتداد للشيب باستخدام class circle extends shape والمطلوب من هذا الكلاس هو تمثيل الدائرة طبعا الدائرة هي عبارة عن جزء من الشيب ولذلك يمكن تطبيق أو إجراء override للdelegate area ضمنها كيف ذلك سوف أشرح ذلك أولا أحتاج إلى إنشاء instance variable يمثل radius كما يلي من نوع double أحتاج إلى الconstructor وأمرر له هذا الvariable على شكل named optional parameter الآن يأتي دور استدعاء هذه الدالة في الحقيقة ليس استدعاء وإنما redefine أي إعادة تعريف سوف أقوم بإنشاء نفس هذه الدالة هنا بنفس الإسم بنفس الخرج بنفس عدد الparameters التي عددها هنا الصفر وفقط أطلب تغيير أو أقوم بتغيير البضي من أجل حساب مساحة هذه الدائرة كيف ذلك نقوم بإجراء override كما يلي نكتب add override وهنا نلاحظ وجود هذا السهم وهذا معنى أن هذه الدالة هي عبارة عن دالة من نوع override لمن للدالة get area موجودة هنا فقط تغيير البضي وبدلا من طباعة calculating area في الحالة العامة أطلب من هذه الدالة أخذ قيمة الradius عند إنشاء الobject وضربه بنفسه ومن ثم ضربه بالπاي فهذه 3.14 يمثل الباي يمكن كتابة باي عن طريق استدعاء الماث import dart dot import dart colon math ولكن هنا فقط قمت باستبدال الباي بالرقم 3 3.14 الآن أقوم بإنشاء class آخر في الرعي child من نوع rectangle امتداد للشيب ومن المعروف أن المستطيل له طول وله عرض أحتاج إلى تعريف تعريف الinstance variable الذي يمثل الwidth والlength وهو من نوع double ولا تنسى استدعاء أو بناء الconstructor وتمرير الinstance variable له طبعا هنا لا حاجة إلى كتابة double width ثم double length كلاهما من نفس النوع يمكن كتابتهما في سطر واحد بعد تمرير الinstance variable أو الproperties أو الfield إلى الconstructor الآن أقوم بإجراء override للدالة get area الموجودة في الكلاس الرئيسي shape كما يلي أكتب add override ثم أكتب نفس اسم الدالة نفس الخرج نفس عدد الparameters وهنا فقط أعدل في الباضي وطبعا معروف مساحة المستطيل هي عبارة عن العرض ضرب الطول ولذلك أكتب area of rectangle is هذا ما يسمى بstring interpolation نكتب القانون ضمن قوسين كبيرين وقبلهما إشارة دولار بذلك نجحت عزيزي الطالب في إجراء override لهذه الدالة مرتين مرة في الكلاس الأبن circle ومرة في الكلاس الأبن rectangle وفي كل مرة قمت بتعديل الباضي بحسب الحاجة لهذا الكلاس الفرعي فمن المعروف أن مساحة الدائرة مختلفة عن مساحة المستطيل لذلك أحتاج إلى تعديل الباضي لكل كلاس انتهيت الآن من عملية الoverriding لننتقل إلى الدالة مين ونقوم باستفادة من عملية الoverriding أو الميثود لاحظ هنا وجود سهم يعطيني برنامج intelligent idea السهم هنا وهذا السهم وهذا معنى أن كلاهما هذين أو هاتين الدلتين هما دلتين الأصل لها أو الأصل لهم موجود في الشيء لننتقل إلى void main نقوم بإنشاء object باستخدام الكلاس الأبن circle نمرر له الradius الآن لو قمت باستدعاء circle1.getarea أو قمت باستدعاء delegatearea على على هذا الأوبجيكت الذي يمثله المتغير المرجعي circle1 فإنني هنا أستدعي delegatearea الموجودة في الكلاس circle وليس في الكلاس shape المهم أحصل على الناتج التالي وهذا متوقع بحسب ما طلبت من هذه الدالة هنا أقوم بإنشاء object آخر من نوع rectangle يمثله المتغير المرجعي rectangle1 أمرر له width والlength على شكل argument الآن أستدعي الـ getarea لهذا الأوبجيكت وهنا getarea الموجودة هنا هي الـ getarea الدالة التي في الكلاس الأبن rectangle وليست في الكلاس shape فبعد تشغيل البرنامج أحصل على الناتج التالي الآن لنسمي الدالة الرئيسية الموجودة في الكلاس الرئيسي p-overridden method ونسمي الدالة الموجودة في الكلاس الفرعي والتي هي عبارة عن override لهذه الدالة بoverriding method فهنا لدي two overriding methods الأصل لهما هو هذه الدالة والتي تسمى بoverriding method الآن ننتقل إلى موضوع مختلف قليلا وهو object class إن object class هو الكلاس الرئيسي الموجود في لغة dart والذي يمثل الأصل لكل object يتم إنشاؤه في dart فهو موجود في dart لا حاجة لإنشاء فإذن كل object كل class في لغة dart هو عبارة عن class فرعي من ال class object في هذا ال class تم تعريف دالة باسم two string الخرج لها string ما مهمة هذه الدالة هذه الدالة عند تشغيلها نحصل على أو يتم طباعة نص هذا النص يمثل ال object أو الكائن يمكن كتابة أي نص بداخلها ولكن إذا تم استدعاء هذه الدالة فيتم طباعة هذا النص وإذا فقط تم طباعة ال object بدون هذه الدالة أيضا يتم طباعة النص الذي نحدده في الدالة string طبعاً أي كلاس فرعي في لغة dart يحتاج إلى إجراء override من لهذه الدالة الموجودة في الكلاس الرئيسي أو الآب أو الزعيم لكل كلاس في لغة dart وهو object لنشرح ذلك كما يلي هذه هي أو هذا الكلاس الرئيسي وهو object تم بداخله تعريف الدالة string لها خرج من نوع string عند طباعة أو عند استدعاء هذه الدالة يتم طباعة هذا النص في الحالة العادية هو عبارة عن فقط تمثيل نص لل object في المثال السابق عندما كنت بإنشاء كلاس فرعي باسم كلاس رئيسي باسم shape في الحقيقة هذا الكلاس الرئيسي هو كلاس رئيسي لل rectangle والcircle ولكن هو كلاس فرعي أو child لمن للكلاس الرئيسي object يمكن لهذا الكلاس إجراء override لهذه الدالة واستخدامها ضمنه بالشكل التالي نكتب at override string to string وهنا الخرج نكتب super dot to string وهذا معناه استدعاء to string الموجودة في الرئيسي وهو object يمكن تغيير هذا الخرج وكتابة ما تشاء عزيزي الطالب الآن بالنسبة للrectangle والcircle أيضا هما child class للشايف فيمكن لهما استخدام هذه الدالة الموجودة هنا مع تعديل البضي الخاص بها يمكن تعديل كما تشاء ولكن لا تنسى إجراء override فإذن to string هنا هي override هنا في الشيب وتو string هنا في الشيب هي override في ال object هنا طلبت من هذه الدالة في الطباعة النص التالي وتمرير قيمة و بالنسبة لل طلبت منها طباعة النص التالي وتمرير الradius لنشرح ذلك كما يلي هذه هي الدالة أو الكلاس الرئيسي shape قمت فيه بإجراء override للدالة to string الموجودة في الobject الذي يجب الآن أن تتخيله فقط فهو غير مرئي يمكن تخيله فقط وذلك كما يلي طلبت من هذه الدالة أن تطبع ل super dot to string أي تستدعي الدالة to string الموجودة في ال object في هذه الحالة الموجودة في الكلاس الرئيسي في هذه الحالة عند استدعاء الدالة من الدالة من طبعا بعد قليل سوف نلاحظ أنه في حالة استدعاء to string عند إنشاء object من نوع shape فإننا نحصل على كلمتين فقط instance of shape لماذا؟ لأنني لم أعدل في الخرج الآن نذهب إلى الدالة main نقوم بإنشاء object جديد أستدعي هذه الدالة طبعا لا تنسى print أستدعي هذه الدالة to string فألاحظ الناتج هو instance of shape لأنني لم أكتب أي نص هنا لو قمت أنت بكتاب نص عادي بين إشارتين تنصيص فإنه سوف يظهر هنا وأحيانا يمكن تجاهل هذه الدالة to string أي إذا طبعنا فقط print shape 1 فإننا نحصل على نفس الناتج في الclasser فرعي circle أستدعي الدالة to string أجري override لها بعد تعريف المتغيرات اللحظية radius وتمريرها إلى constructor وإجراء override لهذه الدالة بالشكل التالي هذا هو الخرج طلبت هنا من to string طباعة the radius is وهنا استبدال قيمة radius b القيمة التي سوف أعطيها فيما بعد عند إنشاء الobject إذا لم أعطي هنا أي قيمة فإنني سوف أحصل على instance of circle نذهب إلى الدالة مين نقوم بإنشاء object جديد نمر له الradius نستدعي الدالة to string الموجودة هنا على المتغير المرجعي ونطبقها على المتغير المرجعي فنحصل على الناتج التالي يمكن أيضا حزف to string وطباعة فقط print circle one فنحصل أيضا على نفس الناتج الآن بالنسبة للrectangle المتغير أو الكلاس الفرعي الثاني نمرر له width والlength لا تنسى الconstructor نستدعي الدالة to string ونجري لها override نغير الخرج ونمرر له فقط width والlength ننتقل إلى الدالة مين نقوم بإنشاء object جديد نمرر له width والlength نقوم بطباعة ناتج المتغير المرجع dot to string فنحصل على الناتج التالي فيمكن أيضا نحزف to string من هنا والحصول على نفس الناتج إذا لم يكن لدينا هنا override فإننا نحصل على instance of rectangle وهنا إذا لم يكن لدينا override to string فإننا نحصل على instance of circle فأرجو أن تكون هذه النقطة مفهومة وفي النهاية نلاحظ أنه يمكن إجراء override مفهومة الموجودة في الـ object و الموجودة في الـ object أو الـ class الرئيسي من قبل shape أو إجراء override لها من قبل الـ child class ويمكن استخدامها في عملية التأكد عند إنشاء object من القيم التي يتم إنشاؤها في هذا الـ object سواء قيمة instance variable هل تم إنشاء الـ object بنجاح أم لم يتم هذا ما يتعلق عزيزي الطالب بالمثود override رائدين ترجمة نانسي قنق